بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين العبادة لله جل وعلا بمعنى الطاعة والخضوع والذل والانكسار ومعناها اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وشرف العبودية لا يدانيه شرف وفخر لا يضاهيه فخار قال الله جل وعلا في محكم التنزيل مخاطبا حبيبه المصطفى سبحان الذي أسر بعبده ليلا وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب عبر سبحانه وتعالى بكلمة عبده لم يقل نبيه ولم يقل على رسوله وإنما قال على عبده لأن شرف العبودية لا يدانيه شرف ورحم الله شيخنا الشعراوي إذ يقول حسب نفسي عزا أني يا عبد يحتفي بي بلا مواعيد رب هو في قدسه الأعز وأنا أناجيه أين ومتى أحب أنت الذي تختار الوقت والزمان والمكان ما عليك إلا أن تتوضأ وتتوجه للقبلة وتقول الله أكبر وقتها تكلم مولاك ويكلمك مولاك العبادة قسمها العلماء إلى أنواع عبادات ظاهرة وعبادات باطنة عبادات أقوال وعبادات أفعال ومنهم من قال بأن العبادات تتنوع إلى أربعة أنواع عبادات لسانية وعبادات بدنية وعبادات قلبية وعبادات مالية فالعبادات اللسانية تتمثل فيما ينطق به اللسان من ذكر وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وحوقلة واستغفار وصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن الكريم ورضي الله عن من قال أمسك لسانك إلا عن تذكره وبيتك ألزم وجد بالدمع مثل دمي عبادات اللسان هي التي تكون بذكر الله جل وعلا لأن من ذكر الله ذكره الله سبحانه وتعالى النوع الثاني من العبادات العبادات البدنية وتتمثل في الصلاة والصيام والحج وما يقوم به الإنسان من أعمال ببدنه فأنت عندما تصلي تقوم بعبادة بدنية من قراءة وقيام وركوع وسجود ورفع من الركوع وجلوس للتشهد هذه كلها عبادات بدنية وكذلك الحج تقف بعرفة وتطوف بالكعبة وتسعى بين الصفا والمروة وتبيت بمنا وتبيت بمزدلفة وترمي الجمرات كل هذه عبادات تؤديها بالبدن النوع الثالث من أنواع العبادات العبادات القلبية وهي بطهارة القلب أن تطهر قلبك من النفاق والرياء وحب السمعة أن تطهر قلبك من الحقد والحسد أن تطهر قلبك من أمراض القلوب التي تأخذ بتلابيب قلب الإنسان إلى عاقبة وخيمة والعياذ بالله أن تخاف من ربك جل وعلا وأن ترجو مولاك سبحانه لأن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو يحتضر فقال كيف تجدك فقال يا رسول الله أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي فقال الحبيب الشفيع لا يجتمعان في قلب عبد إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف النوع الرابع والأخير من العبادات العبادات المالية وهي تتمثل في الزكاة والصدقة المال مال الله وأنت مستخلف على مال الله فأنفق من مال الله على الفقراء من خلق الله هذه أنواع العبادات الأربعة اللسانية والبدنية والقلبية والمالية جعلني الله وإياكم من السائرين على درب خير البرية ورزقنا وإياكم المعية اللهم أمين وصلى الله على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته